قبل ما أتكلم مع حضراتكم عن ماتش الأهلي والهلال طبعاً أول مرة أكون بعد مباراة مصر والسنغال مع حضراتكم بعد ضياع حلم صعود منتخبنا لكاس العالم في قطر 2022 وكلنا زعلانين كلنا زعلانين لأن الحلم كان قريب شوي لأن الحلم كان قريب ما ساعلناهش قوي يعني ما ساعلناش للحلم قوي إن احنا عملنا اللي علينا بصورة كبيرة ولكن الحلم كان قريب مننا والخروج من ركلات الجزاء أو بالصورة اللي احنا خرجنا بيها كان صعب جداً علينا لأن احنا كنا خلاص قريبين جداً 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 من الصعود ولكن قدر الله مشافعاً في ظل الأجواء هتكلم خليني برضو هتكلم بعقلانية شوي هتكلم بعقلانية شوي لأن المتلقي بيفهم وأنا كمان على قد علمي في الكرة بفهم شوي فخلينا نتكلم في حاجتين نقطتين نقطة في حتة الأحداث اللي أحاطت بالمباراة وهنتكلم فيها بصراحة أجواء صعبة؟ أيو أجواء صعبة أجواء كلها مش عايز أقول بقى إرهاب والكلام الكبير ولكن الأجواء ضد الفير بلاي أو ضد اللي تقال عليه في جميع الرياضات جميع الاتحادات آه ما كانش فيه لعب نظيف بره الملعب سواء قبل المباراة أثناء المباراة بعد المباراة أيضاً أجواء صعبة ضد منتخب مصر ما كانش المتوفر فيها الحماية الكافية؟ ما كانش فيها متوفر الحماية الكافية اللي تخلي بقى اللعيبة تخرج كل ما لديها دي دي نقف عندها شوي لأن أنت بتكلم على منتخب مصر لعيبة يملكوا من الخبرات أن هما يعدوا من المراحل الصعبة دي لازم يكون اللعيبة دي عندها جوا الملعب سبات فعالي وده ما كانش موجود في الملعب كنا مفتقدينه ولكن ولكن اللعيبة تعرضت لهجوم غير مبرر جامد جداً 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 من جمهور السنغال شتائم وألفز وليزر وشفنا حاجات يعني بقى لنا كتير ما شفناش فيه الملعب ده مش لعب نظيف ده مش جو يتلعب فيه كورة ولكن بعضه كان متوقع يعني اللي حصل من جمهور السنغال ده ما أظنش أنه كان عشوائي أبداً لا دي حاجة مترتب لها ومترتب لها كويس قوي 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 بصورة متعمدة الجميع بقى حتة أنه خارج التركيزه أنا مش عايز أسميها كده أنا مش عايز أسميها كده إنما يعني اللي حصل في المباراة من جمهور السنغال تحس أنه كان حاجة متضربين عليها حاجة متضربين عليها حاجة كانت أيلالهم وكأنها مهمة قومية للجمهور بس ده كله أنا عن نفسي كنت متوقعه لما قريت تصريح مدرب السنغال قبل المباراة بيومين ثلاثة أنا حسيت أنه فيه أجواء مش نضيفة في المباراة لازم أنا كمان كلعيب منتخب مصر وكمسؤول منتخب مصر أقراها لازم أقرأ جابه ده لازم أقرأ السيناريو قبل المباراة ما هو أنا قدامي مباراة زي ما قال المدرب السنغال مدير الفني السنغال قبل المباراة قال للجماهير وقال للعبته المباراة دي مباراة حياة أو موت لازم نكسب يعني لازم نكسب نكسب بأي طريقة أنا كمحلل وعلى فكرة كل الفرق العالمية عندها فريق فريق للتحليل النفسي فريق للتهياء أو الإعداد قبل المباراة تقيقة اللعيبة قبل المباراة وعحيانا انتهيئت كمان المدير الفني قبل المباراة يتعامل ازاي احنا غلطنا ان احنا كنا جوه الملعب ما كانش عندنا سببات انفعال خالص احنا غلطنا طيب حد يقول لي هي دي الاسباب اللي خلتنا نقسر اقول له لا ده سبب من ضمن الاسباب ولكن خليني برضو عشان أنا بكلم ناس عقلة وانا كمان عائل يعني الموجة مش عايز اخش يعني مش عايز اخش في الموجة دي اول ولكن في حاجات كانت ضدنا في اجواء المباراة صح انا معاكم فيها ولكن كان في خصور من جانبنا برضو كان في خصور سواء من الجهاز الفني خارج الملعب وفي خصور كمان داخل الملعب سواء فني او تيك تيك في الاختيارات حتى في الاختيارات كان في خصور في الاختيارات طيب في المباراة نفسها في التشكيل كان في خصور حتى في التغيير كان في خصور طريقة اللعب كان في خصور التنفيذ جوال الملعب كان في خصور كنا في أفضل حالاتنا لا ما كناش في أفضل حالات ما كناش في أفضل حالات ولا هنا ولا هناك ولكن المباراة هنا خلصت بنتيجة جيدة بالنسبة لنا ان احنا كسبنا نتيجة إيجابية لكن خلينا نشوف خلينا هكلم أنا على مثلا ركلات الترجيح محمد صلاح شوفنا طبعا الليزر وهو متوجه عليه في أول واحد داخل شوت ركلة الترجيح الأولى كويس ماشي مش هكلم أنا كتير جدا في الحتة دي في النقطة دي ليه لأن فيه تقارير بتتقدم وفيه هنقول تحقيق ممكن يحصل في الفيفا وهما هيخدوا القرار أنا مش دعب القرار القرار بقى مش عايز أوهم الناس أنا كمسؤول مش عايز أوهم الناس ودخلهم في حتة حلم أن الماتش احتمال كبير يتعاد لا أنا ما عرفش إيه اللي هيحصل أنا واحد متلقي وكمان يعني أنا بسمعه بقرأ ولما أجي أتكلم مع الجمهور لازم أحترم عقلية اللي بيسمعني وأحترم عقلية اللي بيشوفني أنا مش حامشي مع الموجة ولكن هنقول إن في ملف اتقدم للاتحاد الدولي بكل التجاوزات بتاعة جمهور السنغال القرار إيه بقى؟ القرار ده راجع للاتحاد الدولي أنا ماليشيون ولا حد يعرفه ولا حد يعرفه واللي يقول لك الماتشى هتعاد تقوله تعرفت من ايه؟ ما حد يش يضحك علينا ما حد يش يهمنا آه كان فيه قصور من جانب الحكم ومن جانب الأمن وكان فيه جوم غريب جدا من الجمهور السنغالي ولكن القرار دلوقتي في إيد الاتحاد الدولي في إيد الاتحاد الدولي مش في إيدنا ما حد يش يضحك علينا إحنا لينا عقل وبنفكر